يقول لك كان يا ما كان في سالف الحصر والزمان كان هناك شخصين أخوة وهؤلاء الأخوة ورثوا من أبوهم مالا هذا المال قسم عليهم بالتساوي هذا وهذا ونحاول أن نساويهم بالتساوي تماما لأنهم أخوة ولازم يكونوا متساويين في الميراث في المال اللي حصلوا عليه يعني هذه قدر المستطاع أن نحن خليناهم متساويين في المحتوى الموجود في هذين الكأسين الأخ سين والأخ صاد عشان لا نسميه بالأسماء ولكن هي قصة يعني قصة للتدليل على رمزية معينة إن شاء الله أستطيع الوصول للهدف الأساسي منها هذا الأخ الكريم استحسن المال حصل فلوس والمبلغ يعني ما كان يحلم به يوم من الأيام يعني خلنا ناخد على سبيل المثال حصل هذا مئة ألف وهذا مئة ألف ريال هذا الأخ اللي بالفعل استأنس لهذا المبلغ قام كل يوم كل يوم ياخد من المبلغ كل يوم ياخد شوي كل يوم ياخد شوي واش بيكون في الكأس بينقص شي طبيعي صح ولا لا وكل يوم على يوم كل يوم على يوم ومبسوط الرجال عنده خير وفلوس كثيرة واستمر على نفس الموال كل يوم ياخد من هذا الصندوق كل يوم ياخد من الصندوق قارب أن يخلص المبلغ وما زال الرجال كل ما وقت آخر أخدق له سفرة وراح واستمتع سنة سنتين ثلاث خلصت الفلوس ما بقى منها ولا ريال هذا الأخ الجميل من أول ما حصل على المال قال أنا هذا المال لازم أستثمره وما يمنعني أجازف في التجارة وبالفعل عمل على مشروع تجاري والله وفقه صار هذا المبلغ كل يوم يزيد كل يوم الله يرزقه كل يوم الله يرزقه سنة سنتين ثلاث أصبح من مشروع واحد إلى عدة مشاريع وهذه المشاريع بدأت تنمو ووظف مجموعة من الشباب عنده وصار همه الأساسي كيف يوازن بين حياته وبين أمواله أما هذا وخسر المال وخسر كل شيء لم يعد له المال ولم يعد له العمل ولم يعد له أي شيء يستفيد منه المغزى من هذا كل شيء في هذه الدنيا يحتاج إلى مثابرة يحتاج إلى نية صافية لأجل أن تبني مشروعك مشاريع ممكن تكون كثيرة جدا في هذه الحياة لكن كيف تبني مشروع وينمو هذا المشروع بنية الصافية وكذلك تحافظ على استمرارية هذا المورد المالي اللي الله رزكي المورد المالية هي نعمة من رب العالمين ممكن تكون أنت ما تعبت فيه صحيح لكن محافظة عليه هو استمرار لحياتك الاستمرار إلى ديمومة الحياة التي تعيشها أنت فكيف يكون هذا الكأس تحافظ عليه ممتلئ أو متوازن هذه هي اللي احنا بحاجة وبأمس الحاجة لها أن ندرك تماما أن ليس كل ماء أو كل كأس مليء بالماء سيبقى مليئا بالماء تحياتي شكرا للمشاهدة